الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ننطلق في ملخص في مادة التاريخ الوحدة التعلمية الثانية الخاصة بتاريخ الجزائر سنقتصر فقط على الثورة الجزائرية بالنسبة لأصحاب شهادة الباكالورية سواء الشعب الأدبية أو العلمية من خلال هذا الملخص نريد التطرق إلى تعريف الشخصيات بطبيعة الحال ثم بعد تعريف الشخصيات نحاول إعطاء مراحل سير الثورة التحريرية وبعد الانتهاء من مراحل نحاول إعطاء مقال أو مثال أو نموذج حول تاريخ الجزائر هذا النموذج سنتكلمه على مرحلة حرب الإبادة أو بعد وصول ديغول إلى السلطة ننطلق في الطريقة السهلة يحاول الآن تلميذ خاصة في المرحلة الأخيرة في قرابة أسبوع أو أقل من أسبوع لانطلق شهادة الباكالورية يحاول تلميذ الآن الملخصات أو تعريف سهلة للشخصيات سواء في الثورة أو باقي الوحدات التعلمية إذن نحاول من خلال تاريخ الجزائر إعطاء طريقة سهلة لتعريف الشخصيات الخاصة بالثورة الجزائرية الآن هنا مثلا في تعريف شخصية نكذبو التعريف إذن طلب منه تعريف شخصية معينة إذن هذه الشخصية إذن هي ثوري طبيعة الحال الجزائري كان عضو في حركة انتصار الحرية الديمقراطية شاركة في الاجتماع 22 ما عدا فرحات عباس المستثنى من هذا التعريف إذن يستثنى لأنه ما كانش في حركة انتصار وإنما فرحة عباس عرفة بالاتجاه الإدماجي إذن هنا مثلا نتكلمع في الخريطة اللي رهي أمامنا حول التقسيم العسكري للجزائر بعد مؤتمر صمم لأن التلميذ ممكن يلقى الخريطة قبل مؤتمر صمم كان عندنا خمس ولايات فقط الآن بعد المؤتمر أصبحت لدينا ست ولايات بإضافة الولاية السادسة اللي هي ولاية الجنوب أو الصحراء إذن هذا التقسيم ننطلق بتعريف قادة المناطق الخمسة مثلا منطقة الأولى الأوراس مصطفى بن بولعيد المنطقة الثانية اللي هي الشمال القسنطيني منطقة أقصى الشرق للقائد التحاء ديدوش موراد المنطقة الثالثة القبال الكوبرا كريم بالقاسم المنطقة الرابعة رابح بيطاط العاصمة وضواحيها قائدها رابح بيطاط والمنطقة الخامسة العربي بنهيدي وهران وضواحيها قائدها العربي بنهيدي هذا عندهم تعريف واحد وهو أنه بعد كتاب الثوري الجزائري إلى آخر يشارك في اجتماع الثانية وعشرين هذا يشاركوا في اجتماع لجنة الستة شاركوا في اجتماع لجنة الستة لجنة الستة وترأس المنطقة أي تعريف من هذه الخمسة الشخصية التي يتكلمون عليهم الآن دائما يتكرروا الشخصية من هذه الشخصية إذن هنا تعريف الأول إضافة إلى أنهم شاركوا في اجتماع لجنة الستة وأيضا ترأس المنطقة مثلا على سبيل المثال ديدوش موراد ترأس المنطقة الثانية الشبال القسنطيني إذن بهذه الطريقة التلميذ بهذه الطريقة ستكون عنده دراية بالخريطة بالتقسيم الولائي وعنده دراية من خلال التقسيم الولائي نقدر نعرف بهذه الشخصية المنطقة السادسة مثلا تعريف سيل حواس القائد التاح سيل حواس لم يشارك في اجتماع لجنة الستة ولكن ترأس المنطقة إذن سيل حواس ترأس المنطقة السادسة اللي هي الصحراء أو الجنوب إذن هنا نكتب التعريف الأول نشارك في اجتماع 22 إضافة إلى أهم الأعمال على سبيل المثال هذه أهم الشخصيات التي تكلمنا عليها أيضا من بعض الشخصيات الثانية التي أوكل إليها المهام بعد مؤتمر الصمام على سبيل المثال عندنا عبان رمضان الثوري جزائري مثلا عبان رمضان نفس التعريف اللي كنا نكتب لها مقبل الثوري إلى آخره إضافة إلى الأعمال التي عبان رمضان وهو تحضير لمؤتمر الصمام في 1956 إذن هنا أيضا مثلا زيغود يوسف إذن ثوري جزائري إلى آخره الأعمال تعم مثلا قادة هجومات الشمال القسنطيني هجومات الشمال القسنطيني في 20 أود 1955 وترأس اللي يحب أيضا إذن ترأس المنطقة الثانية بعد وفاة منطقة الثانية بعد وفاة ديدوشمران رحمة الله عليه إضافة إلى مثلا سعد دحلب أو بن يوسف بن خدى أوكلت لهم نفس المهام بعد مؤتمر الصمام وهي شاركوا في لجنة التنسيق والتنفيذ بعد مؤتمر الصمام هذه أهم الشخصيات التي تتكرر دائما في شهادة البكالوريا هذا ليس على سبيل الحصر وإنما على سبيل المثال هناك مثلا الكريم بالقاسم هناك فرحات عباس إلى آخر عندنا عدة شخصيات الآن ننتقل إلى الشخصيات الخاصة الشخصيات الفرنسية التي لها علاقة بالثورة الجزائرية إذن هذه الشخصيات الفرنسية عندنا رؤساء الحكومة انطلاقا من أول رئيس الحكومة في اندلاع ثورة هو ماندز فرنس فرنس إذن رئيس الحكومة الفرنسية من جوان الربعة وخمسين إلى فيفري الف وتسعمية إلى فيفري الف وتسعمية خمسة وخمسين عرفت مرحلته باندلاع الثورة إذن عندنا الجنسية كما شفنا في تعريف الشخصيات عندنا فترة الحكمة تاعه من جوان ربعة وخمسين إلى غاية فيفري الفتسعمية أم الإنجازات وهو أنه المرحلة شاهدت اندلاع الثورة الجزائرية المباركة عندنا الرئيس الثاني أيضا بعد مندز فرنس عندنا إذغار فور إذغار فور رئيس حكومة الفرنسية فيفري خمسة وخمسين إلى غاية جون بي ستا وخمسين فيفري خمسة وخمسين الفتسعمية وخمسة وخمسين إلى غاية جون بي ستا وخمسين شهدت مرحلته وعرفت مرحلته مشروع جاك سوستيل مشروع سوستيل أو مشروع جاك سوستيل عندنا أيضا بعدها جي مولي جي مولي جي مولي من جون بي ستا وخمسين إلى غاية ماي أو إلى ماي سبعة وخمسين شهدت مرحلته إطراب إطراب ثمانية أيام عبنا أيضا إذن من خلال هذا التعريف هنا إذن أعطينا نموذج أو فكرة حول رئاسة الحكومة لأي رئيس حكومة ثم مع رئاسة الحكومة ذكر أهم الإنجازات مثلا على سبيل المثال موريس إذن هنا الفترة التاعه كانت فترة قصيرة لهذا الإنجازات ما عنده الإنجازات أما شارل ديغول عنده أهم إنجازات عنده إنجازات أنه شارك في الحرب العالمية الثانية إلى آخر مثلا اللي همنا بالثورة الجزائرية عرف بمشروع خسنطينا عرف بسلم الشجعان عرف بعدة أعمال وفي عهده استقلت أيضا الجزائر في 1962 إذن هذه أهم الأعمال اللي شارك فيها أيضا عندنا الجنرالات أو العسكريين التي قادت إنقلاب العسكري على ديغول إذن نحن تلميذ يتكلم عن العسكري فرنسي الجنسية وآآ ثم أهم الأعمال تعومة نشارك في إنقلاب العسكري على ديغول في أبريل 1961 عندنا جنرال جاك ماس وعندنا شارل موريس وعندنا راول صالان إذن هذه أهم الشخصيات في الشخصيات الفرنسية الخاصة التي لديها المثال وليس على سبيل الحظر أعطينا أهم الشخصيات ثم ننتقل الآن إلى النقطة الثانية نقطة ثانية حول الثورة الجزائرية أو تطور القضية الجزائرية إذن هذا الملخص نحاول من خلاله إعطاء ملخص للثورة الجزائرية بالنسبة للأدبيين انطلاقا من 1945 الفترة الأولى لتحذير على الثورة هذه نأكد بأن لا تخص الشعب العلمية مباشرة العمل المسلح الذي يبدأ من 1954 بالنسبة للشعب العلمية إذن الأدبيين هم الذين عندهم علاقة من 1945 إذن نشوف المرحلة الأولى من 1945 إلى غاية 1954 تحذير للثورة والانتقال من المقاومة السياسية إلى المقاومة العسكرية ثم المرحلة الأولى مرحلة انطلاق الثورة حتى 1956 عفوا مؤتمر صمم ثم المرحلة الثالثة التي هي مرحلة تنظيم الثورة و 56 و 58 ثم بعد وصول ديغول إلى السلطة تصبح المرحلة الثالثة التي تقع عليها بمرحلة الإبادة بسبب سياسة العدائية التي جاء بها الجنرال ديغول إذن حتى 1960 ثم بعد مظاهرة 11 ديسمبر 1960 و أقتنع ديغول بضرورة التفاوض تلتل المرحلة الأخيرة وهي مرحلة المفاوضات وبعد المفاوضات قابعة الحال تكون استغلال جزائر رح نتكلم الآن حول أهم مميز المرحلة الأولى وهي المرحلة التحضير للثورة إذن التحضير للثورة انطلاقا النقطة الأولى بالنسبة الأدبيين وهي مجازر 8 مائي إذن من خلال مجازر 8 مائي عندنا أهم نتائج عندنا عدة نتائج ولكن تكلمنا هنا في الملخص حول أهم النتائج لأنه هنا نأكد أنه هذا الملخص لذكر أهم النقاط ليس لذكر كل النقاط إذن تأكد من عقم النظال السياسي أو عدم جدوى للمخاومة السياسية واحتقان جماهير ضد الاستعمار الفرنسي أو الكراهية ثم بعد ذلك تأتي السياسة الفرنسية في إصدار دستور 1947 إذن هذا الدستور الذي تضمن بعض المواد التي تلبي مطالب بعض المطالب بيان فيفري 1943 ولكن في حقيقة الدستور يعني تاضح بأنه هذا الدستور خاص بالوضعات وفرنسا لحبر على ورق فقط لا يطبق ثم تأتي بعد ذلك إنشاء اللجنة والتيار الثوري في الاتجاه الاستقلالي للمنظمة السرية في فيفري 1947 بتحديد 15 فيفري ثم اكتشاف هذه المنظمة في مارس 1950 بيت بسا بعد ذلك تأتي أزمة حركة انتصار الحرية الديمقراطية في أفري 53 والتي نجرى بعدها انقسام الطيار إلى ثلاث وانقسام الحزب إلى مصاليين ومركزيين والمنظمة الخاصة أو الثوريين منظمة الخاصة أو الثوريين إذن هنا الانقسام كان بعد أزمة حركة انتصار الحرية الديمقراطية الأسباب والنتائج إلى خير هي عرف التلميذ من خلال الكتاب المدرسي أو الكراس ثم أخيرا وظهور لجنة الثورية للوحدة والعمل التي ضمت أعضاء المنظمة الخاصة سابقا أو المنظمة السرية سابقا هذا هذا في مارس 1954 بعدها اجتماع لجنة 22 في 54 وآخر نقطة وهو اجتماع لجنة الستة في أكتاب 54 والتي وضعت تاريخ اندلاع الثورة وكتابة بيان أول نوفمبر 1954 هذه المرحلة الأولى لتحضير الثورة التحريرية المرحلة الثانية وهي مرحلة انطلاق الثورة المنطرة يأكد حول التعبئة الشعبية أو توعية الجماهير بضرورة دعم الثورة اذا التعبئة الشعبية هذه من خلال مثلا نشر بيان فيبري المسج بين العمل السياسي وهي جبهة التحرير الوطني والجنح العسكري وهو جيش التحرير الوطني ثم تأتي هجومات شمال القسنطيني في 1955 للتأكيد على شمولية الثورة وتكثيب الادعاءة الفرنسية حول أنه ثورة قطاع طرب إلى آخره أما بالنسبة لفرنسا فهي زيادة عدد القوات محاصرة منطقة الأوراس الإعلان عن مشروع جاكسوستيل أو مشروع سوستيل في فبري 1955 هذه أهم النقاط تبقى هذه ملخص لأهم النقاط وليس لكل النقاط إذن هنا تلميذ الآن يأكد حول أهم النقاط في الملخصات ثم المرحلة الثالثة التي هي مرحلة التنظيم الثورة بعد اندلاع الثورة في 1954 كان ينقصها نوع من التنظيم بسبب تعجيل باندلاع الثورة بعد تأسيس اللجنة الثورية للمحدة والعمل إذن نقص التنظيم بسبب الوقت أو ضيق الوقت مخافة من اكتشاف اللجنة الثورية كما اكتشفت المنظمة السرية سابقا إذن عجل باندلاع الثورة في الفاتح من نوفمبر 1954 لهذا جاء مؤتمر صمام لتنظيم الثورة أو لنظر في ما حققته الثورة وكيف السبيل لتحقيق مطالب وغايات الثورة بعد مؤتمر صمام لهذا يصرح على هذه المرحلة بتنظيم الثورة التنظيم هذا في الجانب الداخلي سواء والجانب الخارجي الجانب الداخلي بإنشاء اللجنة التنسيق والتنفيذ لأركان الجيش وتحديد الرتب إلى آخر الجنح الخارجي وهو العمل على تدويل القضية الخارجية في المحافلة الدولية ثم يأتي بعد ذلك إضراب ثمانية أيام في 28 جنب إلى غاية ربعة فيبري 1957 هذا الإضراب الدور كان أساسي في تدويل القضية الجزائرية ثم يأتي أيضا بعد ذلك قصف ساقية سيدي يوسف لتأكيد على عدم دعم لأنه في الحدود التونسية يعني للتقليل من الدعم الخارجي للثورة الجزائرية واختطاف قادة الثوار أو ما سمي بقرسنة الجوية في أكتوبر 1956 قادة الثورة في الخارج أيضا توالي سقوط الحكومات الفرنسية هذا مميز هذا المرحلة الثانية التي هي مرحلة تنظيم الثورة وشفنا في تعريف مصطلحات الخاصة بالحكومات بأنه سقطت ست حكومات في هذه المرحلة ثم المرحلة الرابعة هي مرحلة الإبادة بسبب سياسة ديغول بعد تمرد 13 ماي 1958 ووصول ديغول إلى الحكم أصدر عدة مشاريع منها الإغرائية ومنها مشاريع عسكرية نلقاه على سبيل المثال هنا نقل لقيم الجمهورية الفرنسية الخامسة التي ترأسها ديغول في جهن في 1959 بعد وصول ديغول إلى الحكم أعطيت له عدة صلاحيات منها نلقاه مشروع قسنطينا أيضا مشروع سلم الشجعان استفتاء تقرير المصير لشعب جزائري وزورة النتائج إذن هذه كامل سياسة ديغول تجاه الثورة إضافة إلى المحتشدات المناطق المحرمة تعزيز الخط العسكري شالبي موريس إلى آخره العملية التمشيد مثل الأحجار الكريمة إلى آخره إذن هذه نلقاؤها في سياسة ديغول تجاه الثورة التحريرية في آخر نقطة في هذه المرحلة وهي مظاهرات 11 ديسمبر 1960 في الجزائر لتعبير شعب جزائري عن رفض سياسة ديغول رغم أن سياسة ديغول هدفت لإنشاء القوة الثالثة أو لإنشاء اتجاه ثالث في الثورة الجزائرية للتفاوض مع السلطات الفرنسية دون جبهة التحرير الوطني يعني لا نصلح عليه بالطاولة المستديرة ثم المرحلة الأخيرة مرحلة المفاوضات بعد اقتناع ديغول بطبيعة الحال بفشل السياسة العسكرية وسياسة مظاهرات 11 ديسمبر أيضا تأتي مظاهرات 17 أكتوبر 61 بفرنسا وبالمهجر وللتعبير عن رفض سياسة ديغول إذن اضطر ديغول إلى دخول المفاوضات مع الطرف الجزائري هذه أهم المفاوضات عندنا مفاوضات قيمولي عندنا مفاوضات إيفيان الأولى ومفاوضات إيفيان الثانية وأيضا من أسباب دخول ديغول إلى الحكم وهي تخوف من دخول الحرب الأهلية بطبيعة الحال إذن هنا بسبب الإنقلاب العسكري الذي كان ضده في أفريل 1961 إذن ودخلت فرنسا في مفاوضات وجد طبيعة الحال باستقلال الجزائر في 5 جوليا 1962 هذا ملخص حول أهم أحداث الثورة الجزائرية وهذه الأحداث ليست على سبيب الحصر وإنما دايما نعود أنه هذا ملخص لذكر أهم الأسباب هناك بعض الأسباب الأخرى ولكن هذه أهم الأسباب الآن ننتقل العنصر الثاني وهو رد فعل الاستعمار الفرنسي ضد الثورة الجزائرية طبيعة الحال شاهدنا بأنه رد الفعل كان على المستوى الداخلي والمستوى الخارجي رد الفعل المستوى الداخلي انقسم إلى عدة نقاط أهمها نلقاه مثلا على سبيل إجراءات العسكرية وهي مضاعفة عدد القوات الفرنسية وتكثيف العمليات العسكرية وخاصة في منطقة الأوراس باعتبارها المنطقة التي اندلعت فيها الثورة التحريرية في الفاتح من نوفمبر 1954 أيضا الإبادة الجماعية الأرض المحرقة سياسة المحتشدات التعذيب الهدف الأساسي وهو فصل الثورة عن الشعب أيضا فرض حالة الطوارئ والمكاتب لاصاص سنة 1955 الهدف الأساسي وهو تجويع الشعب الجزائري كي يتخلى على الثورة التحريرية وغلق الحدود بخط شال ثم موريس في المنطقة الشرقية خط شال كان في الجهة الشرقية والغربية وخط موريس كان فقط في الجهة الشرقية لمنع وصول الإمدادات أو عزل الثورة عن الخارج أيضا سياسة الإغراء وهي مشروع جاكسوستيل في فبري 1955 مشروع جاكسوستيل يضمن مساعدات للجزائريين في الجانب الاقتصادي هدفه خلق قوة ثالثة أو جزائريين يؤمنون بتواجد الفرنسي في الجزائر أيضا مشروع قسنطينا في 3 أكتوبر 1958 وفي بعض المراجع نلقاه في 23 أكتوبر إذن لأن أعلن عن المشروع وبعد ابتدأ العمل به في 1959 إذن مشروع قسنطينا أيضا مشروع إغراء نفس الهدف لمشروع جاكسوستيل وهو خلق قوة ثالثة جزائرية تؤمن أو تدافع خلق قوة ثالثة تدافع عن الوجود الفرنسي في الجزائر عن الوجود الفرنسي في الجزائر غير أن هذه المشاريع فشلت إذن أيضا عندنا سياسة المناورات السياسية مثل القوة الثالثة من العملاء الهدف الأساسي من المشاريع الاقتصادية وهي هذه القوة الثالثة أيضا استفتاء الجمهورية الخامسة في 1958 سلم الشجعان مشروع تقرير المصير إذن رغم أنه زورت هذه الانتخابات لصالح الفرنسيين إذن هذه كامل سياسة فرنسية بهدف القضاء على الثورة التحريرية أيضا لدينا أهم مشاريع وهي مشاريع التقسيم إذن مشاريع التقسيم عندنا ثلث مشاريع مشروع تقسيم الشمال إلى ثلاث مناطق في 1957 وقسنطينا العاصمة ووهران أيضا مخطط فصل الصحراء في 57 بعد اكتشاف البترول في الجنوب ومخطط تجميع المستوطنين في 1961 ولكن هذه المخططات أو الاقتراحات فشلت بسبب إصرار جبهة التحرير الوطني حول ضرورة وحدة التراب الوطني على المستوى الخارجي ننتقل النقطة الثانية على المستوى الخارجي إذن فرنسا في المستوى الخارجي اعتمدت على عدة أساليب أهمها الجنب السياسي في المحافلة الدولية اعتبار حق أبو الجزائر شأن داخلي يخص الشأن الفرنسي خضية داخلية تخص الشأن الفرنسي واستخدام في ذلك حق البيط لعدم تدخل هيئة الأمم المتحدة في هذه القضية أيضا المساعدة في حل مشاكل الدول المجاورة ببغية عزل الثورة الجزائرية مثل إعطاء الاستقلال الذاتي لكل من تونس والمغرب الأقصى في 1956 أيضا نجد بعض الممالسات أو بعض الأفعال التي كانت فعلتها فرنسا مثل القرصنة الجوية اختطاف القادة القادة الخمسة في 22 أكتوبر 1956 أيضا القرصنة البحرية للسفن والعدوان الثلاثي على مصر وقصف ساقية سيدي يوسف في الحدود التونسية الجزائرية العدوان الثلاثي أيضا الهدف الأساسي وهو بسبب دعم مصر لثورة الجزائرية وأيضا قصف ساقية سيدي يوسف كي يمتنع التونسيين أو إخوة تونسيين عن دعم الثورة الجزائرية أيضا استعانة بالخارج خاصة حلف الناتو من خلال الأسلحة أيضا استقدام مرتزقة من إفريقيا وأسيا للقضاء على الثورة تحريرية ومنح العديد من الدول الاستقلال بهدف تفرغ للقضية الجزائرية أيضا عندنا من الأسالي في الأخير استنتاج عدم جدول المخططات الفرنسية بسبب نفقات الباهظة والإصلاحات التي فشلت في آخر الأمر أيضا فشل الحكومات في الحلول وتوالي سقوط هذه الحكومات الفرنسية ست حكومات خلال ثلث سنوات أيضا تمرد المستوطنين في 13 مايو ثم في أبريل 1961 إذن الهدف الأساسي وهو القضاء على الثورة الجزائرية في الأخير رضوغ فرنسا للتفاظف وقبولها لكل الشروط الجزائية بما فيها وحدة التراب والشعب الجزائري وهذا أهم أحداث الفرنسية بالنسبة للثورة الجزائرية إن شاء الله من خلال هذا الملخص نكون تناولنا أهم مراحل الثورة الجزائرية النقطة الثلثة والأخيرة وهي مقال في الثورة الجزائرية كما شفنا المقال في الحرب الباردة إذن يجب على التلميذ قراءة المقدمة أو السند ثم بعد قراءة المقدمة يجب تحديد الإطار الزمني أو تاريخ في الحدث المطلوب بعدها الإجابة إذن قراء المقدمة انطلقت الثورة الجزائرية بقليل من الإمكانيات المادية والبشرية التي تمثلت في حوالي ثلاث مجاهد وأسلحة بسيطة إضافة إلى قليلة الأموال ونقص المؤونة وانتشرت بهجومات الشمال القسنطيني المقال اكتب مقالا تاريخيا تبين من خلاله ظروف هجومات الشمال القسنطيني أهداف ونتائج هذه الهجومات إذن الحدث المطلوب هنا وهو هجومات الشمال القسنطيني إذن وهو 20.956 55 عفوا إذن الهجومة الشمال القسنطيني إذن هنا حددنا التاريخ تاهم إما المقدمة يعطونا فيها تاريخ هما يعطونا تاريخ الحدث أو يعطونا مصطلح أو فكرة تدل على تاريخ وهي مثلا هنا هجومة شمال القسنطيني في 20.955 إذن نبدأ بالنقطة الأولى وهي المقدمة نصف نقطة المقدمة نصف نقطة على الخاتمة ثلث نقاط على صلب الموضوع إذن نبدأ بالنقدمة مثلا نكتبها دايما حول الفترة هذه الزمنية أو الفترة التي سبقت هذه الفترة بقليل إذن بعد تفجير الثورة المسلحة والإعلان عن بيان أول نفنبر الذي حدد مبادئ وسائل وأهداف الثورة إذن قامت هجومات الشمال القسنطيني في 20 1955 التي استهدفت مراكز العدو ما هي ظروف وأهداف هذه الهجومات هذه المقدمة ذكرنا فيها الفترة التي سبقت هذه الهجومات بفترة زمنية قليلة مع طرح الإشكالية يجب على السؤال التي نميز عفوه طرح الإشكالية أو السؤال والانتهاب على الظروف تعرفوا بعد بداية الثورة كان هناك حصار فرنسا حول منطقة الأوراس إذن هذا الظرف أساسي وهو الحصار المفروض من الاستعمار على منطقة الأوراس والإعلان حالة الطوارئ أيضا استشهاد بعض القادة مثل ديدوش موراد 18 جنوبي 1955 قائد المنطقة الثانية اعتقال قائد المنطقة الأولى مصطفى بن بول عيد في فبري 1955 ربح بيطات في مارس 1955 إذن أيضا سعي الحاكم العام جاكس لبعث مشروع الإغرائي في منطقة الجزائر في فبري 1955 بهدف إسكاد أو كسب سكان الجزائر وكما سمي بعد ذلك بخلق القوة الثالثة أو الجيل الذي يؤمن ويدافي عن الوجود الفرنسي أيضا قاد هذه الهجومات زيغود يوسف الذي تولى بعد وفاد دي دوش مراد قاد المنطقة الثانية لحيش مال قسنطيني إذن واستهدفت مراكز الجيش والشرطة وكانت في وضح النهار للتعبير عن مدى تنظيم وقوة الثورة التحريرية وأن ولتكذيب إدعاءات الفرنسية حول ثورة ظروف اجتماعية وثورة فئة قليلة سأطلق عليهم بقطاع الطرق بالنسبة للاستعمار الفرنسي هذه أهم الظروف التي ثنوناها أو التي جات فيها الثورة أو هجومات الشمال القسنطيني ظروف محلية في الجزائر سؤال ثاني أهداف الهجومات والنتائج إذن أهداف والنتائج الهجومات إذن النقطة الأساسية وهي بطبع حال مدى جاء في مرحلة الحصار على منطقة الأوراس الهدف الأساسي وهو فك الحصار على منطقة الأوراس الحصول على الأسلحة بطبيعة الحال لأنه اندلعت بأسلحة بسيطة جدا تنفيذ تفنيد أو عفوا تكذيب إدعاء وإشاعات العدو حول ثورة خطاع طورة وثورة طروف اجتماعية إلى آخر القضاء على أي ترد في الالتحاق بالثورة خاصة بعد مشروع جاكسوستيل وأيضا المترددين اللقاء مترددين في الالتحاق بصفوف جيش تحرير الوطني التضامن مع الشعب المغربي لأنه تزامنت مع الذكر الثانية لنفي الملك محمد الخامس أيضا تدويل القضية أو العمل أو السعي إلى تدويل القضية الجزائرية خاصة في الدورة العاشرة للجمعية العامة في الأمم المتحدة بخلاثين سبتمبر 1955 التلميذ إذن بالذكاء وطبيعة الحال الأهداف هما نفسهم النتائج إذن الأهداف المسطرة فك الحصار طبيعة الحال أنه الحصار مقاش مفروض على منطقة الأولاس لأنه انتشرت الثورة في باقي المناطق وتوزع الجيش الفرنسي لذن تأكيد على قوة الثورة الجزائرية وتكثيب الإدعاء الفرنسية حولها ثورة قطع طرق ظروف اجتماعية إلى آخره أيضا انطلاق الثورة بالولاية الرابعة بهجومات أكتوبر 1955 أيضا نقل الثورة من الألياف إلى المدن لأنه الثورة اندلعت في الأولاس في المنطقة الغابية ثم اندلعت إلى مراكز العدو في هجومات شمال القسنطيني في المدن أيضا مضاعفة القوات الفرنسية هذه النتجة بالنسبة للفرنسيين لأنه تضاعفت القوات الفرنسية من 400 ألف جندي إذن راح ضحيتها حوالي 1200 شهيد بالمقابل مقتل حوالي 123 فرنسي إذن هنا هذه الخسائر التي تكبدها الثورة والمجاهدين في صفوف جيش التحرير الوطني خلال هذه الهجومات أخيرا ننتقل للعنصر الأخير في المقال وهو كتابة الخاتمة الخاتمة في الثورة الجزائرية قد تتشابه الخاتمة حول الثورة الجزائرية يعني التنميذ خائبي من خلالها بأنه نجحت الثورة وفشلت فرنسا في القضاء على هذه الثورة المباركة مثلا فإنه على الرغم من الإجراءات العسكرية والسياسية التي قامت بها فرنسا في هذه المرحلة فإنها لم تقلل من عزيمة الثورة بل زادتها إصرارا على التحدي والتصدي وتوجد باستقلال الجزائر في 5 جوليا 1962 إذن يبقى هذه الخاتمة على سبيل المثال ممكن نجد خاتمة أخرى إذن هنا هذه خاتمة خاصة بالثورة الجزائرية التلميذ في الخاتمة نأكد أنه ما يكتبش سطر أو سطر ونسف إذن لا يجب عليه كتابة ثلاثة أو أربعة حتى الخمسة أسطر إذن لأنه الخاتمة يعطينا الخلاصة أو النتيجة التي خارج بها هذا التلميذ من خلال كتابته لهذا المقال وفي الأخير إذن هذا عبارة عن مثال أو نموذج بينا من خلاله لأهم ما تناوله التلميذ خلال السنة الدراسية وفي الثورة التحريرية وأعطينا نموذج في المقال حول هجومات الشمال القسنطيني إذن وهنا في الأخير يعني ممكن راجين من الله عز وجل أن ينال هذا العمل إعجابكم وهذا عمل بسيط إذن في الأخير إن وجدت بعض الأخطاء في الكمال لله عز وجل وهذا عمل بسيط الملخص لا نتناول فيه كل ما هو في الثورة الجزائرية أو كل عناصر وإنما تناولنا فيها أهم النقاط التي تناولها التلميذ خلال السنة الدراسية راجينا من الله عز وجل